في إطار جهود السلطات العليا في البلاد لدفع عجلة التنمية حققت الجزائر طفرة استثمارية بتسجيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ سنتين من بطء نشاطها أزيد من عشر آلاف مشروع استثماري بقيمة تزيد عن أربع آلاف مليار دينار جزائري وذلك ضمن رؤية اقتصادية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين قانون الاستثمار من جهة وأيضا الوكالة الوطنية سهلت الأمور للاستثمار وهكذا نحن تحصلنا على عشر آلاف مستثمر أو عشر آلاف مشروع في مختلف القطعات سواء القطع الصناعي أو القطع الفلاحي وأيضا القطع السياحي وحتى أن في الجزائر تكونت لدينا ثلاث وكالات عقارية إذن كل هذه القوانين أو هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تسهيل الاستثمار تحسين مناخ الأعمال في الجزائر هدف تسعى إليه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من خلال دراسة التخديات التي تعرقل المستثمرين وإيجاد الحلول الجذرية لها مشاريع تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل إلى غيرها من رفع مناصب الشغل وذلك من خلال استحداث أكثر من عشرين ألف منصب الشغل نحن نعرف القطاع الأكثر جنبا هو قطاع الفلاح وهذا نراجع إلى القضية أن الجزائر تحتوي على مساحة قدوها 238 مليون هكتار ذات قطاع الصناعة والمهم جدا تكلمنا عليه هو قطاع السياحي قطاع السياحة أيضا ممكن يخلق مناصب عمل كبيرة مشاريع يراها المختصون خطوة مميزة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتسهم في خلق الآلاف من مناصب الشغل مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي